كنت عم تقلي كنت عم تشتغل على مثلا هيدا الاكس هيدا و الواي هو فرضا الفريقونسي فايزا هيدا الاكس والواي اتنا اتنا نسوى بشكله اللي بيسموه فريقونسي تايلو عادة بيسموها فايزا انت بتقول اكس دوت مين اكس دوت مين عالحالة اه هلا الان هون اختار اكس متل علامات مسلا بالصف سنة اثنين علامة واحد اثنين حدا او العلامة رقمت العلامة تسعة في العلامة تلتعاش العلامة اثنين للاسف هون مش عاملين منيحة بدن ثلاثة اشخاص بالصف هون تمان اشخاص جايبين تسعة شخص واحد تلتعاش وعشر اصخاص جايبين تسعة عشر. فلما انت بتقول اه حقيقة ان لقيت او قبل ما قالك شو لقيت از انا بقول اكس دوت مين عالحال بيطلع لك عشرة فاصلة سبعة خمسة. يعني المقصد انه 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 هادي كأنك عم بتقول شو? كأنك عم بتقول انه اه هادي اه عندك شخص واحد جايب اتنين وشخص واحد جايب تسعة وشخص واحد جايب تلتعاش وشخص واحد جايب تسعة عشر. يعني لو انت عندك مسلا اه خليقا نقول اه 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 فهيك هلأ اه لما بيكون عندك اهي فلي بديلك هي هون مسلا ممكن ممكن التسعة يكون مكرر اخياتا كذا مرة اه اه ادمر الضكتر وما ضرور يكونوا حتى بالترتيب لحاله بيعرفي ندبر حاله المفروضة. يعني انا هفوت الى تسعة 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 تسعة. رحل له هون اه بيطلع عشرة هون مسائبة يطلع المعدل هو على المعدل الصف والزرع المعدل العلامات يعني عشرة عشرين. مسائبة هات. اه وازا انت بدك نحل بتاعنا. المفروض انت الاتنين تكررها تلات مرات. يعني تزيدها. زيدها بعض مرة. بعض مرة. والآآ شو اسمه تسعة تكررها تمان مرات. عندك وحدة اتنين تلاية اربعة. اه خمسة ستة سبعة تماني. وعندك التلتعاش مرة وحدة خليها مرة. وتسعة عشر مرة. تسعة عشر مرة. تسعة عشر مرة. اه اتنين تلاية اربعة خمسة ستة سبعة تماني تسعة عشر. ازا بتعمله هلأ بيتلعى الجواب اتنعاش فاصل سبعة سبعة. ولكن احنا عنا طريقة افضل اه هتنا اتأكد اتنين تلات مرات مزبوط. التماني التسعة اتمن مرات. تسعة اتمن مرات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تماني. التلتعاش واحد تسعة عشر. فازان يطلع جواب اتنعاش فاصلة سبعة 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 تماني. عنا طريقة تانية احسن يطلع نفس الجواب. اللي هي بنستعمل. اه اه. وكلنا نمرضنا اياه. بشتغل طريقة حضارية اكتر. اه. فأيضاً هذا الوايوان هو الفريقونسي يعني. بتاعنا استعمل هيدا الفنكشن المهمة حقيقةً هي هون فعلياً. وهيدا الافراج هي بتاخد شيء اسمه الويتس. الويتس هون هي الفريقونسي انت حتفوتها. فالويتس هو نصوصي الفريقونسي حتى تحديداً. هي بتاخد تعني هيدا هيدا الفنكشن انبي دوت افراج شو تنشوفها. بتاع نشوف اه خصائصة. بتاع نشوف اه شو فيها. هي عمشتها انك بس تعبت. عندك الويت. نشوف هاي نقرأ هذا الدكومنت عنا. الويتس نون فايزا الويتس نون بيخذها الري لايك اوبشنل افويس سوشي ايتد ويذي فاليوز ان اي. الاي هو هو اول برامتر يعني هو البرامتر الاجباري او الارجمينت الاجباري هو الاي. فهي ايتش فاديو لويتس كاري كان بيعيدر وان دي منضمه عفس حجمه. بكل احوال يعني. هون الماصط فعليا هو على السم للويت. وبتحسها اصلا هيدا هي هيدا هو المين. هي كل واحد مضروب بكم مرة. كم مرة مكرر. عم تعمل السم لهم كلهم سوا. يعني مثلا ايوان ضرب يعني ضرب فريقونسي. اول مثلا اتنين ضرب تلاتة زائد تسعة ضرب اتمانية زائد تلتاش ضرب واحد زائد تسعة ضرب عشرة. هادي هي السم للاي ضرب الويت. سألني في لهم نتا. اسم اه مجموعة الويتات كلهم. ميهن الويتات هنال تلاتة زائد تمانية زائد واحد زائد عشرة. اللي هي لكل العالم. لكل العالم اللي العليم بالصف. فطمع بتتصرف هي الطريقة صحيحة. وبالتالي هيدا هي كافية وافية. اوكي? كافية وافية. فاذا تفتخدمناها عايدة المية اه ازا تفوت اكس واي وان بردلك نصر الرقم اللي هي ردنا هي قبل. سبعة سبعة اتنين سبعة اتنين سبعة اتنين سبعة اتنين سبعة اتنين زائد يبدو نوع بتخلص. وهيدا اللي كان بدي قيل لك يا. بتيك تستعمل الان بي دوت افريج. هيدا حفظه. ان بي دوت افريج تفوت الفاليوز تعال الفاريابل تاعك يعني. كولون مثلا او كاري. او في سمية اللي بدك هي. بعدين كمان تفوت الهيدا. وهيدا كل شيء كان بدي قوي.